ومشاهدين نتابع بعض التقارير والعنوين للصحف العالمية ونبدأ بالصحافة العبرية حيث كشفت صحيفة ها أريتس عن مخاوف الحكومة الإسرائيلية بشأن مواجهة اتهامات وإدانات باتكابها جرائم إبادة جماعية في غزة من قبل المحكمة الجنائية الدولية تشعر المؤسسة الأمنية ومكتب المدعي العام في إسرائيل بالقلق من أن محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي بهولندا ستتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة وذلك بناء على طلب تقدمت به جنوب إفريقيا إلى المحكمة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع في العنوين الأخرى من جورزا لمبوس تحديدا ذكرت بأن حركة حماس أمطرت تل أبيب بوابل من الصواريخ مع بداية العام الجديد وأدى ذلك إلى إطلاق صفرات الإنذار في منطقة حدود غزة وبسط إسرائيل بما في ذلك مدينة باتيام وحولون بجنوب تل أبيب في حين ذكرت أيضا جورزا لمبوس بأن 17% من قتل قوات الاحتلال في غزة كانت بسبب حوادث ونيران صديقة من الجورزا لمبوس إلى الصحفة الأمريكية والتي أبرزت فيها تأكيد جيش الاحتلال على استعداده لقطال طويل الأمد في العام الجديد وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري في مؤتمر صحفي ليلة رأس السنة قال إن إسرائيل تخطط إذن لمستقبل عملياتها في القطاع فضلا عن وجود مهام إضافية وأعمال حربية طوال هذا العام كما وصفها ننتقل إلى نيورك تايمز سنتابعها الآن في الشاشة قالت عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين اتفقوا جميعا على أن العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة بلغت مستوى من الخلاف غير المسبوق منذ حوالي نصف قرن وأشارت الصحيفة في التفاصيل إلى أن الحرب على غزة أدت إلى فصول من التوتر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نيتنياهو بعضها علني والبعض الآخر خلف الأبواب المغلقة وأن الخلافات شملت المساعدين والمستشارين في كل البلدين ولكنها لم تسفر عن قرارات حاسمة كقطع إمدادات السلاح إلى إسرائيل في تقرير آخر ألقت نيورك تايمز الضوء أيضا على احتفالات رأس السنة الجديدة كما نتابع إذ احتشد مئات الألاف من الأشخاص في تايمز سكوير وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة ومظاهرات متفرقة في وسط حي منهات بمدينة نيورك لوقف العدوان على قطاع غزة وعند محطة جراند سنترل قام حشد كبير من عشرات المتظاهرين كما نرى برفع الأعلام الفلسطينية مع حلول منتصف الليل وألقوا بالونات بألوان العالم الفلسطيني وهم يهتفون بوقف فوري لإطلاق النار إلى صحيفة بوليتيكو والتي نتابع فيها بأن الحروب إذن تلقي بظلالها على العام الجديد في منطقتين شرق الأوسط وأوروبا وأشارت الصحيفة في التفاصيل إلى أن العام الجديد الفين واربع وعشرين يأتي إذن في ظل صراعات عديدة ما بين الأزمة في أوكرانيا والعدوان على قطاع غزة والصراع في السودان وكذلك التوترات في شبه الجزيرة الكورية فضلا عن النزاعات في بحر الصين الجنوبي ذكرت بوليتيكو بأن الصراعات المستمرة في العالم أدت إلى إضعاف الاحتفالات برأس السنة الجديدة فضلا عن إثارة المخاوف الأمنية في العديد من البلدان الأخرى من بوليتيكو ومن الصحافة الأمريكية إلى الصحافة البريطانية والتي نتابع فيها من صحيفة الجارديان بأن غارات إسرائيلية أودت بحياة ما لا يقل عن مئة فلسطيني في قطاع غزة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وذلك مع دخول العدوان الإسرائيلي على غزة العام الجديد في حين قال نتنياهو إن جيش الاحتلال أظهر أخلاقا لا مثيل لها في سلوكه في قطاع غزة كما وصف وقالت وزارة الصحة في غزة إن حوالي ثمانية وأربعين شخصا استشهدوا ليلة الأحد في قصف إسرائيلي مكثف لمدينة غزة حيث تدور معارك عنيفة على الرغم من مزاعم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن شمال القطاع تحت السيطرة الإسرائيلية فد شهود عيان أيضا نقلا عن الصحيفة عن استشهاد نحو عشرين فلسطينيا كانوا يحتمون بجامعة الأقصى في غرب مدينة غزة حين استهدفتهم غارة إسرائيلية وختاما أيضا من الصحف البريطانية حيث نشرت الفينانشال تايمز تقرير أشارت فيه إلى تداعية العدوان في غزة على الاقتصاد اقتصاد الضفة الغربية تحديدا وصفة إياه بالمدمر وردا على عملية السابع من أكتوبر رافقت إسرائيل حصارها لغزة بحصار من نوع مختلف في مدن الضفة الغربية فأغلقت نقاط التفتيش بين المدن الفلسطينية وخنقت تدفق البضائع والعمال فيما بينها في حين يخشى الفلسطينيون من التنقل جراء اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال التي قتلت أكثر من ثلاثمائة فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية كذلك حذرت فينانشل تايمز من أن القيود المفروضة على الحركة هو خفض الأموال النقدية للسلطة الفلسطينية أو بالأحرى المقدمة للسلطة الفلسطينية تعرض الشركات للخطر حيث تضررت الشركات الناشئة جراء الإطرابات الاقتصادية كان هذا إذن مشاهدين كل ما لدينا من عنوين الصحف العالمية في بداية العام الجديد